اشتركوا في القناة شورمة اللحم هنعملها مع بعض ان شاء الله من الصفر كل حاجة هنعملها احلى من المطاعم وافخم وانضف والطعم والريحة مش قادرة وصفها لكم رهيبة شايفين شكل الصندوشات غير طبيعية الخبز هنعملو صوس الترطار هنعملو كل حاجة هنعملها ان شاء الله ويعني هتعتمدوها ان شاء الله وصفة اساسية لتدبلة شورمة اللحم نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة احنا يا صحابينا معي حوالي كيلو كيلو وربع ده اللي هو عرق الفلتو انا شفته انتو شايفين لون اللحمة اصلا فاتح يعني يبدو ان هي اصلا مش هتاخد وقت عشان تستوي كل ما اللحمة تكون فاتحة كل ما تكون صغيرة فبالتالي تستوي بسرعة طيب ايش القطعيات اللي تنفع هو عرق الفلتو او قولي للراجل اللحمة اللي تيجي ستيك او وش فاخدة دول الثلاث قطعيات اللي ينفعوا للشورمة عشان احنا نريد الشورمة تستوي بسرعة وفي نفس الوقت لو اللحمة كبيرة هتاخد منك وقت ومش هتبقى طعمها شورمة يعني هتفقد طعم اللحمة بكتر الاستواء على النار قطعنا اللحم شرايح التوابل خلطة التوابل كلها اكتبها لكم فيه صندوق الوصف عندي كوزبارا عندي كبابة صيني بابريكا توم بودر بصل بودر ارفة جسط الطيب كلها اكتبها لكم ان شاء الله فيه صندوق الوصف بالزبط واضفت عليها عصير بصلاية كبيرة ضربتها في الخلاط وبعدين صفتها من تفل البصل ما نريده واضفت مص معلقة صغيرة من التوم المهروس وكوب من الزبادي اللي هو الروب وهنا اضفت عصير لمونة كبيرة طبعا انا عندي الزبادي واللمون يعني حتى لو اللحمة كبيرة في السن هيفكك لك الانسجة ويخليها دايبة دوب ان شاء الله وكمان في البهرات في رشة سكر يعني حوالي نص معلقة السكر كمان بيعمل على انه بيفكك الانسجة وبيخلي اللحمة ان شاء الله متاخدش وقت في الاستواء بعد ما قطعت اللحمة اللي عندي شرايح هبدأ اتبلها انا كان فيه في التدبيلة بس نص كوب من الزيت بس انا نسيت اضيفه وبعدين لما طلعت وخلاص انا طبعا بتبل من بالليل او بشتغل من بالليل وعلى اساس لاكل تاني يوم ان ربنا احيانا ان شاء الله فبعد ما طلعت انام افتكرت الزيت فانزلت اضفته وقلت هقول لحبابنا ان شاء الله فطبعا في التدبيلة فيه نص كوب من الزيت اي زيت زيت زيتون زيت عادي انا حطيت زيت عادي صراحة هنا بقى هتغلف اللحمة وخليها تتبل اقل حاجة اربع لست ساعات ويفضل من قبل بليلة هنعمل بقى خبز التورتية السهل السريع بدون تخمير هنا انا هشتغل على كيلو من الطحين واضفت عليه معلقتين كبيرة من الزيت ومعلقتين صغيرين من البيكين باودر ورشة ملح فقط لغير وليه حب يستبدل وانزلت بالماء تدريجيا طبعا ليه حب يستبدل الماء بالحليب او بالرايب او بالزبادي ينفع جدا ما فيش اي مشكلة خلينا العجينة ترتاح لمدة ساعة ويفضل كل ما تسيبي العجينة كويس وكان فيه طبعا معلقة خل في العجينة ان شاء الله برضو كل المقادير هنكتبها في صندوق الوصف عملتها كرات وحطيتها على صنية مرشوشة بالطحين وهنبدأ مباشرة ما دام ريحنا العجينة في الاول ساعة مش هنحتاج نريحها تاني هنبدأ ناخد الكرة زي ما انتم شايفين وبنفردها اه طبعا انا هشتغل على مقلاية قطرها اتنين وتلاتين سنطي طبعا انت حسب المقلاية اللي عندك عايزها صغير عايزها كبير فتقدر يتشتغل بعد ما فردنا اصحابي رقيق جدا زي ما انتم شايفين بقطر يعني اقل من نصف سنتي المقلاية مفهاش اي مواد دهنية سخنة على طول في كل ثواني بنرفع الخبزة حتى تبدأ تستوي وتشايفين الفقاقية طبعا احنا بنضغط عليها لان احنا ما ريدها تنتفخ اهي واول ما بتطلع مباشرة بنحطها لما انشافها قطنية عشان الخبز ده بيجف بسرعة هنفرد مع بعض واحدة تانية سريعا اهو زي ما انتم شايفين وعلى المقلاية مباشرة يعني هي الخبزة تسويتها كلها ما بتاخدش اقل من نص دقيقة كل ثانية على طول بنقلب من الجنبين ونضغط عشان احنا ما ريدها تنتفخ لان اللي احنا لو سبناها هترتفع فهتدينا هتورق هتبقى جزئين وبنفس الحالة برضو مباشرة على من شافها قطنية عشان الخبز ده بيجف بسرعة جدا هنا لو انتم عايزين بقى تعملوا القطر اكبر فانا اشتغلت على تاوة الخبز فردناها اكبر وبنفس الطريقة التسوية برضو هاو زي ما انتم شايفين ما بتاخدش اقل من ثان يعني تلاتين ثانية بالزبط والخبزة بتبقى جهزة وكده الخبز اصحابي معنا جاهز انا تبلت اللحمة من بالليل بعدها عملت الخبز هفرز بقى الخبز في الفريزر لتاني يوم كل بنحطه بقى في اكاس اربع ترغفة خمس ترغفة مع بعض حسب استخدامك واستهلاكك هنا هنعمل سوس الترطور اللي بتعامل مع شاورمة اللحم في المطاعم هنا معنا عصير اللمونة اضافنا عليها كوزبرة وكمون وبابريكا او اللي يحبه سبايس يقدر يضيف شطة هنا هنضيف اربع ملاعق من الزبادي اللي هو الروب وهنضيف الضعف بيبقى الطحينية او الراشي الطحين الخام او الراشي يعني لو حط لو انت حبيت تعملي النص الكمية هتحطي معلقتين زبادي يبقى اربعة طحينية والنص معلقة او ربما معلقة توم هروس او سنين من التوم وبندرب كل المكونات في الخلاط شايفين هو ده قوامها الكريمي شاورما اللحم ما بتاخدش لا تومية ولا بتاخد مايونيز بتاخد سوس التراتور اللي هو صلصة الطحينية بالزبادي هنا اصحابي شايفين القوام هعمل لها ديكور خفيف هجيب معلقتين بابريكا في معلقة زيت وحطها في الشوكا وحطيت معاها توميت وشيري ونعنع وكده بقت جاهزة معنا عشان نعمل الصندوشات نبدأ بقى نشتغل في اللحم هنا اصحابي احنا كنا تاني يوم عملنا بدأت انا اول بسوس الطحينية او سوس التراتور هنبدأ بقى باللحمة بعد ما اتتبلت لو اللحمة عندك كبيرة يفضل ان انت تعمليها من قبل بيوم عشان التدبيلة تفكك انسجة اللحمة وتستوي بسرعة هنا الزيت طبعا كان لسه بارد فشلت اللحمة والزيت سخن اهو طبعا هما في المحلات بيشتغلوا بالدهن فانتي لو عايزة دهن اوكي انا صراحة يعني انا بنعمل الاكل خفيف شوية اول اللي عاوز يضيف زبدة سمنة يعني المادة الدهنية اللي انتوا بتفضلوها في ناس بتحط الدهن اول يسيح على المقلية وبعدين تنزل بالشاورمة مش هنضيف كل كمية اللحم عشان ما تجيبشوا ميتها وتبقى عاملة زي المسلوعة هخليهم كده ما نحطهمش طبقات فوق بعض نفرشهم على المقلية حتى هادي شايفة عشان النار سخنة مش هتجيب ميتها تبدأ تنشف اروح جايبهم على جنب واكمل بقية الكمية اللي عندي بنفس الطريقة يعني ما تحطيش الكمية كلها على بعض عشان ما تجيبشوا ميتها وتبقى طعمها مش حلو دول اهم نزلوا شوية سوايل خفيفة هخليهم يشربوهم وينشفوا واكمل بقية الكمية بنفس الطريقة ونشوف الخطوة التانية مع بعض اللايك يا جماعة لو سمحتوا عشان يرفع الفيديو هنا اصحابي شايفين بعد ما نزلت بنفس الطريقة كل شوية نزلت كمية اللحمة اللي عندي كلها شايفين السوايل خلاص تقريبا اختفت هنا انا بشتغل على نور هادية عشان لو في عندها اي سوايل اللحمة تشربها وتكمل استواءها بسرعة يعني انا ما اضفتش اي مية ولا اضفت اي حاجة يعني هي اللحمة منها فيها هتستوي وده بيعتمد على ان اللحمة اصلا صغيرة او القطعية ما بتاخدش وقت في الاستوياء لكن لو انت اللحمة بتاعتك اسها بعد ما هتتحمر اهي شايفين خلاص خلصت كل السوايل وفي الزيت بتاع اللي هو اصلا كان في التدبيلة بتتحمر اهي زي ما انتم فيها هخليها بس تتشوح كده وتاخد لون ده بحل اهي شايفين بقت كده خلاص تقريبا السوايل اللي عندها تقريبا يعني جفت في حاجة خفيفة مش بنخليها الجف تماما عشان اللحمة ما تبقاش نشفة اهي شايفين اللحمة بتتقطع بمنتهى لسهولة لو انت اللحمة بتاعتك اسها بعد ما تحمريها وتاخد لون ده بحل ممكن تضفلها كوب من المية السخنة وتديها على نار هادية هتاخد اقل حاجة نص ساعة لو اللحمة حجمها كبير اهو كده خلاص معنا الشاورمة جاهزة نبدأ بقى نغرفها ونقدمها ونشوف هنعمل الصندويشة ازاي هنا اصحابي بقى التوبنج اللي بتحط معها الشاورمة بصلايا طماطم بقى دونس الكميات تقديرية حسب عدد افراد الاسرة او حسب انتم بتحبوها قليلة صغيرة كمية كبيرة اه حطيت معاها رشة ملح ورشة فلفل اسود والمكون الاساسي هو السماء موجود في كل السوبر ماركت وعند العطارين اهو في ناس بتفتكر ان السماء ده هو قشر رومان مطحون لا طبعا هي دي زهرة بتطحن اه بتكون طعمها حمضة شوية مزة شوية يعني اهو زي ما انتم شايفين وبنخلط كل المكونات كده الخلطة بتاعة الطماطم والبصل والبقدونس جاهزة معنا هنبدأ بقى نغرف الشاورمة ونشوف طريقة التقديم هنبدأ اصحابي لو هنحطها في طبقة كده اهو هنغرف وبنحط معاها السوس اه او السلطة الخفيفة اللي هي البصل والسماء والبصل اهو كده صارت معنا جاهزة لو انت عايزة تحطيها في طبع عائلي وممكن ننزل عليها السوس الترطور بس انا بحب بقى خليه صايد يعني جانب الاكل يعني عشان اللي حب يزود اللي ما بيحبش اصلا براحته هنا اصحابي بقى هنجيب الخبز الترتية بقى طلعته من الفريزر تلاتين ثانية في المايكرويف فك وبنبدأ نحط سلطة السوس الترطور بنبدأ نحط الشاورمة اللحم طبعا الكميات بقى انت حسب ما تحبي هنحط خلطة البصل المفروض انا كنت احط مخلل الليفت وبطاطس والله كان جنبي ونسيته ما علينا المهم وبعدين بنبدأ نقفل السندويشة شايفين الخبزة ما شاء الله تحفة اهو وعلى مقلاية فيها نقطة هنزل عليها نقطة زيت خفيفة هبدأ اه نحمر السندويشة عشان نقفلها كده وتاخد لون ده بحلو اهي شايفين اتحمرت من الجانب اللي فوق هبدأ اقلبها من الاربع جوانب ونشوف الخطوة التانية مع بعض هنا اصحاب بعد ما حمرنا السندويشة هنبدأ نقطعها طبعا هي سخنة جدا اهي شكلها ورحتها ما شاء الله رهيبة الشاورمة سهلة وسريعة والله تنافس احسن مطعم كفاية ان اللحمة مضمونة انت عارفة انت عاملها ازاي طبعا اللي حب يستخدم لحم لامب اللي هو الخروف يعني براحتكم اي نوع لحمة بتفضلوه اه في ناس بتحب تعمل مكس بقري مع لامب فبرحتكم اوضاني يعني براحتكم ان شاء الله ان شاء الله اصحابي كل المقادير تدبيلة الشاورمة اه خلطة السوس الترطور اه مقادير الخبز كل المكونات هكتبها لكم في صندوق الوصف الناس انا ما تعرف في صندوق الوصف ومسلس مقلوب بجانب عنوان الفيديو تضغطوا عليه تلاقيوا كل التفاصيل اشوفكم فيديوها الجاي كتير السلام عليكم لايك وشي السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو لو اول مرة بتشرفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعالوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو عشان ارحب بكم ان شاء الله النهاردة هنعمل شوارم عربي تحفى هنعمل الخبز الشفاف وهنعمل الدجاج بطريقة سهلة وسريعة والتدبيلة رهيبة الريحة والطعم مش قادرة اوصفها لكم احلى من اي مطعم ان شاء الله واوفر وانضف اكيد نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة هنا اصحابي بس عنا عشان سرعت الفيديو فجزء تقصم اني في المونتاج انا حطيت كيلو لربع من الطحين معلقة صغيرة من الملح معلقة خل معلقتين زيت ونزلت بالمية تدريجيا وبعد ما العجينة لمت خلتها عشر دقائق في العجان تجمع عشان ننشط الجلوتين عشان العجينة دي ما فيهاش لخميرة ولا بيكين بودر هسيبها ترتاح ساعة لازم ساعة اقل وقت لو ما عنديكش وقت نص ساعة هنا اخدت نص كوبايت زيت ولازم تخليها تغلي وبعدين نضيف عليها نص كوب من الطحين وطبعا قلنا قبل كده ان الطريقة دي بيستخدموها اليابانيين والصينيين في المعجنات هنا اصحابي شايفين العجينة لما سبناها ارتاحت بقت عاملة زي المطاط فكده مش هتقطع منك واسناء وانتي بتفرديها هبدأ انا هعملهم ارغفة كبيرة طبعا انتوا بقى الحجم تقدروا تتحكموا فيه بروحتكم انا عملتها دي تقريبا حوالي مية اربعة وعشرين جرام مية خمسة وعشرين جرام تقريبا يعني بعد ما قطعتهم حطيتهم على الصينية مرشوشة بالدقيق او الطحين ولازم اسيبوا مرتاحوا بس عشر دقائق هنا اصحابي اهو شايفين لما ريحت تضغطي عليها بتبقى العجينة لقينا جدا هنبدأ ناخد هنفرد تلاتة تلاتة عشان نسهل على نفسنا رش الدقيق او طحين طبعا نستخدم طحين جميعا لاستخدامي هنفردها دايرة مطوسطة وبنفس الحالة برضو التلاتة هفردهم بنفس الدايرة بتقريبا نفس المعس وانت لما بتبقي مقطع الكراض بنفس الحجم بتيجي الدوائر نفس السماكة ونفس الحجم تقريبا اهو بعد ما فردنا التلات دواير هنجيب خلطة الزيت والطحين وناخد الدايرة الاولى بنضيف عليها معلقة وبعدين نضيف الدايرة التانية والدايرة التانية نفس الحالة هنضيف معلقة من الزيت والطحين الدايرة التالتة ما بنضيفش اي حية بنضيف رش الطحين ونبدأ نوسع العجينة بادينا وهنا معلومة مهمة جدا لفرد العجين بنضغط من الوسط لاعلى واسفل ولازم كل شوية يعني فردة وفردة تقليب العجين مثل ما انتم شايفين اصحابي لازم نقلب العجين على الجانبين عشان الضغط بتاع الفرد يبقى متساوي ما تلاقيش رغيف صغير ورغيف كبير بنفردهم بسماكة تقريبا مص سنتي وما ترقائش اكتر من كده عشان يبدأوا عشان يورقوا ويفصلوا عن بعض هنا بقى عندك مقلاية عندك التاوى بتاعت الخبز مفيش ممكن اي صانية اليمونيوم آآ بالحجم اللي انت عم آآ عندك يعني بفضل ان هي تكون كبيرة وبنقلبها على الغاز وبنسويها على ظهر الصانية عادي جدا انتبهوا بقى على قديكم ما بنخليه ما بنخليش الارغفة تلون مجرد بس الفقعات زي ما انتم شفتوا ظهرت معنا هم على طول بيفصلوا لو خلتيها تلون الخبزات آآ بتنشف لان هو يعني خفيف جدا الطبقة اللي في الوسط بس بنرجعها على المقلاية الثواني عشان تشمع لان هي بتكون قطرة واحدة فيهم ومباشرة لازم تغطيهم في كيس نايلون وآآ منشافة قطنية وكيس نايلون عشان بخار المياه اللي فيهم هو يه آآ يحافظ على طبعا انا عملت الخبز من قبل بليلة زي ما انتم شايفين الخبز كله ما شاء الله طحفة رقيق جدا شفاف والطريقة دي سهلة جدا بتخليك تفردي وتغبزي كمية خبز كبيرة في وقت قليل جدا اهو هي اهم حاجة تعجين العجينة صح وتريحها صح بيطلع معيك احلى خبز ان شاء الله هفرزهم بقى واليوم التالي نشتغل في الشاورمة ونشوف مع بعض نتبل الشاورمة واليوم التاني نسهل على نفسنا ويبقى تسوية الشاورمة ونعمل السندويشات على طول هنا هتبل بقى الشاورمة اصحابي انا فرزت الخبز خلاص اخدت هنا بصلة متوسطة بشرطها ناعم جدا وهضيف عليها حوالي معلقة صغيرة من التوم المهروس وضفت عصير اللمونة كبيرة يعني حوالي ربع كوب من عصير اللمون هنا التوابل عندي معلقتين بابريكا آآ بصل بودر معلقة صغيرة من كل حاجة بصل بودر توم بودر زعتر آآ ارفة كباب صيني آآ هنا بهارات الميجي آآ عندي فلفل ابيض وفلفل اصمر انا بحب اضيف الاتنين بيدو طعم حلو وكان فيه ربع معلقة كمان من الكباب الصيني اللي هو البهار الحلو بنضيف معلقتين كبيرة من زيت الزتون اللي هو ما يعادل تقريبا يعني آآ تلت كوب من زيت آآ زتون او زيت عادي انا استخدمت هنا الزيت عادي زيت طبخ عادي وهنضيف تلت ملاعق كبيرة من الزبادي اللي هو الروب وهنبدأ نخلط كل المكونات اصحابي حتى يندمج كل مكونات التدبيلة اهو دمجناها كده اندمجت كلها ريحة التدبيلة اصلا مشاء الله رهيبة يعني من قبل ما نحط فيها الدجاج والريحة اصلا ريحة التدبيلة اللمون مع عصير التوابل مع الزعتر يعني عطيها تست حلو جدا هنا انا اخدت حوالي يعني تقريبا يعني اكتر من نص كيلو شوية صدور دجاج واسمت كل صدر على اتنين وطبعا كنت غسلة كويس بالملح والدقيق وهو شطفت وصبت وتصفى بناخد بقى قطع الدجاج كل صدر تقسميه على اتنين عشان ما ياخدش منك وقت في التسويق وهنبدأ نغمز كل قطع الدجاج اللي معينا في التدبيلة طبعا لو عندك وقت يفضل ان احنا نعملها من قبل بليلة مفيش وقت اقل حاجة اربع ساعات في التلاجة يعني ممكن الصبح تتبلي الدجاج وعلى الغد هتعمليه بس لو معاك وقت يفضل ان انتو تتبلوه من قبل بليلة هيدي طعم احلى ورطوبة للدجاج افضل هنا اصحابي هغلف التدبيلة بالبلاستيك راب وادخلها التلاجة انا عملتهم من بالليل وان شاء الله ربنا احيانا نكمل الوصفة في اليوم التاني هنا اصحابي بعد ما سبناها ليلة في التلاجة هنبدأ بقى نسوي الدجاج وطلعت الخبز عشان يفك من الفريزر في المقلاء ما بنحطش اي زيت ولا اي حاجة احنا بنكتفيين بالزيت اللي هو كان في التدبيلة بناخد قطعة الدجاج ولازم تبقى المقلاء حارة سخنة جدا عشان الدجاج ياخد صدمة ويقفل المسام ويفضل آآ رطب ما يبقاش جاف لان لو النار هادية او المقلاء هادية هتلاقي الادجاج جاب ميته وبقى عامل زي الشربة زي المسلوق حين الطريقة دي بعد ما اتحمره من الجانب الاول وقلبتهم عالجانب التاني هغطي بس دقيقتين كده تلات دقايق عشان اتأكد ان الدجاج من داخل استوى واخدوا اللون ده بحلو زي ما انتو شايفين الزيت ده اللي هو كان موجود في التدبيلة هو الحمر للدجاج والداني تدبيلة حلوة آآ لون حلو اه زي ما انتو شايفين ممتاز كده هخرج كل الدجاج وابدأ آآ اكمل بقية الدجاج ونشوف الخطوة التانية هنا طبعا اصحابي لازم قبل قبل التقطيع لازم نسيب الدجاج يبرد يا اما تقطعوهم بالسكين او انا كمان قطعت الباقي بالمقص كان اسهل اهو قطعناهم شرايح زي ما انتو شايفين ممتازة ريحة الدجاج مش قادرة اصفالكم رهيبة هنبدأ اصحابي انا فكيت الخبز سيبته ياخد درجة حرارة الغرفة ولو مستعجلة عليه ممكن تحطيه في المايكرويف بس آآ تلاتين ثانية مجرد ما هيفوك عشان نعملو رغيف جنبو كده هناخده الخبزتين ولو حبيته تعملو الارغيف العادية ممكن تشتغلوا بخبزة واحدة هنا التومية التومية ان شاء الله هحطولكم الرابط في صندوق الوصف احنا كنا عملناها قبل كده مردتش اضيفها عشان آآ ما نطولش الفيديو عليكم حطينا شرايح الدجاج بعدها شرايح آآ بطاطس مقلية وعندي هنا الخيار الصغير اللي هو المخلل او الخيار العادي بتاعنا الطويل تقطعيه شرايح بس هو ده اللي كان متوفر عندي وبنبدأ ان نلف الصندويشة من الجانبين كده ونجمعها لبعض اهي زي ما انتو شايفين عطتني صندويشة بنت حلال ومحترم هنعمل واحدة مع بعض تانية سريعة برضو هجيب خبزتين وبندهن دهن التومية شايفين الخبز ما شاء الله قد ايه شفاف وحلو بنحط الشرايح طبعا دي يعني مفيش اي مطعم هيعمل هالك كده يعني مليانة كده شاورمة وتحفة يعني والتومية تعمها تحفة جدا بنجمع الاطراف زي ما انتو شايفين ونلفها اهو هنبدأ ناخد مقلية هنحط فيها نقطتين زيت بس كده ونخلي المقلية تسخن كويس ووزعنا الزيت بالفرشاية وهبدأ انزل بالسندويشة المقلية دي يعني شايفين السندويش ما شاء الله يعتبر سندويش اه جامبو المقلية دي قطرها اتنين وتلاتين سنتي وبندي ناخد بنالفرشاية كده من نقطتين الزيت اللي حطناهم في المقلية وندهن السندويشة من اعلى وهنتظر حتى السندويشة تبدأ تتحمر وافضل اقلب بقى فيهم النار تبقى متوسطة عشان ايه اه مايتلسعش منك الخبز بسرعة واحنا عايزين الجوانب كلها تتحمل هفضل اقلب فيهم من اسفل واعلى ومن الجنبين عشان يغضوا لون ده بحلو حتى يتحمروا تماما ونشوف الخطوة التانية مع بعض اللايكات يا جماعة عشان نترفع الفيديو لو سمحتو هنا شايفين السندويشات اللي بنها من كل الجوانب اتحمرت واخدت لون تحفة هنبدأ بقى نقطعها مع بعض على اي بورد اصحابي بقى وسكين بنقطع من المنتصف ونصفين يعني وكل نصف نقطعه على ربعين اهو زي ما انتو شايفين بمنتهى السهولة شايفين شكل شرايح الدجاج مع البطاطس مع الخيار المخلل راهي بقى بنقدمها بقى مع بطاطس فرانش فرايز واشرايح خيار شرايح طماطم شرايح فلفل ولو عايزين اصحابي تزودوا معاهم سوسات مايونيز او تومية زيادة او كاتشاب بس انا الولاد صراحة كده كانت عجبهم جدا الصندوشات كده ما حابوش يزيدوا اي سوس التومية كانت يعني حلوة من داخل ما كانتش قليلة كانت حلوة بس لو انت حبيت تزود الصوسات تقدروا تضيفوا الصوسات اه يعني صايد جنب الصندوشات الريحة والطعم والله ما شاء الله وشايفين الصندويشة طبعا هنا لو حبيته ما تقسموهاش على قطع وتقسموا الصندويشة على الجزئين بس برض حبيتها روها لكم بيبقى شكلها متماسك شايفين الصندويشة متماسكة الدجاج والحشوة من جوة ما شاء الله مليانة يعني صندويش يعني يشبع اجدع واحد خلاص لايكات وشير السلام عليكم